تعالوا نكمل مع بعضينا امر تاني كده اهو بيقول لي تحت اهو اه حددت اول اه خلينا في الاول نحدد له تاني تالت رابع وهكذا هو كده عايز تطلع من الامر بقى انا خلاص مش عايز اعمل حاجة تانية اما دوس يا اما مستر مستر اهو طلعلي من الامر كده عمالي بتاعي مش عايزه انا عايز اللي بعده ويقول لي يحدد اول نقطة اهو شوف بقى بيقول لي اول حاجة بيقول لي لو عايز تعمل الارك عاجبتني الفكرة انا عايز اعمل الارك بالبولولاين هتقول لي باش مهندس ايه الفرق بان الارك بالبولولاين والارك بالامر ده ما هو ده ارك هو ما هو ده برضو اه قوس لا هقول لك لما نيجي عنده قوس هقول لك هبقى فقرك ايه الفرق بان ده وبان ده طيب انا عاجبتني الفكرة وعايز اعمل الارك عندك حل من الاثنين يا اما تروح تشاور له تقول له والله انا عايز من ده انا عايز ده انا عايز اعمل الحتة دي كده. يا اما تختار حرف الايه اول حرف او الحرف الكابيتل من كلمة ارك ايه وانتر. اهو شوف بدأ يعمل لك بدأ ينفذ لك اللي انت عايزه اهو. يعمل لك بالبولي لاين. تمام? اهو. تمام? اهو بيقول لك ايه بقى هنا? بقول لك اه البولي لاين يا اما تحدد الانجل يا اما تحدد السنتر يا اما تحدد يا اما تحدد الحاجات كتير كده ممكن مسلا اه انت اه اه تعمل له دي كده اه هي تبش مانتز. كده انت عملت ارك بالبولي لاين. تعاني شوف بالمناسبة تعاني شوف الارك التاني. اهو. عملت ارك اهو. شوف الله الله المسلع عندي. بمجرد انك عملت ارك واحد فصل منك على طول. طب اذا انا عايز اعمل اه كزا ارك كزا ارك ورا بعد اهو وتقول له اهو بقى كده وتقول له حرف الايه اهو. ده يعمل لك كزا ارك كده ورا بعد لو حبي بتعمل مسلا حاجة زي حمام سباحة ولا حاجة اهو نفس الكلام. يبقى دي كده اول ارك اول اول حاجة معاي ان انت تعمل شكل الارك. تعاني برضو نختار تاني كده. بولي لاين. ونحدد اول نقطة ونشوف اه 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 اعملت عملت ارك اول حاجة. اه بيقول لي تاني حاجة يا اما تختارت انا نقطة يا اما تختار تبتعين اختارت كده ونشوف اه ونشوف اه ونشوف اه ونقول لي نا نختار مسلا حرف ال اتش اهو نكتب اتش وندوس انت. بيقول لي اصطرت حدد اول سمك. اول سمك ممكن اقول له يا باش مهندس واحد. يقول لي حدد لي تاني سمك. اقول له برضو واحد. بس ممكن ادوس انتر على طول. ليه? لان هو بيقول اعمل اقتراح يقول لي تختار واحد برضو جايزة اول يعني هو جايب لي حاجة بين قصين اهاي. جايب لي حاجة بين قصين. رقم بين قصين. لو دست انتر او مستر على طول يقوم ينفس لي الحاجة اللي بين قصين دي. او ممكن اقول له اغير بقى رأي اقول له واحد ونص. واحد ونص. لا انا مش عايز اللي انت عاملها من قصين دي. وادوس انتر. شايفو عمل لي ايه? الله. جاب لي اول سمك في الخط. جاب لي اول سمك في الخط. واحد وتاني سمك في الخط واحد ونص. دست انتر اعمل لي خط اهو. بقول لي انت عايز تعمل خط تاني يا باش مهندس اقول له اعايز اعمل خط تاني اهو. عايز تعمل خط تالت اهو. عايز اعمل خط تالت اهو. تمام? نلغي دي ونعيد تاني. ممكن نعمل حركة زريفة كده. نشغل القرسو. ونقول له امر بولو لاين بيل. ركز معي. نقول له ادي اهي. هعمل دي كده اهو. اقول له لا انا عايز الهاف وايد ده كده. ادي الاتش. واقول له انا عايزها مسلا اه 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 اتنين. عايز تاني واحدة اتنين برضو. هو هو عمل اكترا اهو اجا عامل دي كده اه اتنين اه اه. واجا عامل الخط التاني اقول له لا استنى استنى اعمل لي اتش انتر برضو اه. واقول له خليها لي اربع. وادوس انتر. والتانية خليها لي سفر وادوس انتر شايف? تاني. تاني. عايز تعمل الخط ده دي الجماعة بتحطره لما بيجي يعملوا بتاع الطريق ممكن يعملوه بالطريقة دي. يبقى احنا في البولو لاين عرفنا الاول حاجة لو جينا اخدنا بولو لاين كده بيه ال انتر وجينا اخدنا اه اه اول خط عندي اهو. يقول لك الارك خلاص عرفنا الارك بنستخدمه ازاي? يقول لك اه ممكن ترسم ترسم خطوط الخط البولو لاين بسمك مختلف. بسمك مختلف اه يعني اول خط يبقى بسمك وتاني خط يبقى بسمك. نقول له والله انا دست يقول لك حدد لي اهو دست الهاف ويت اهو اتش انتر. يقول لك حدد لي سمك اول خط انت عايزه. اقول له والله سمك اول خط انا عايز اعملو اتنين. اهو. بقول لك سمك اه اخر الخط. عايز تعملو اتنين برضو لو عايز تعملو اتنين برضو يا باش مهندس جاب لك فكوزة دوس انتر. يقول له اقول له والله انا عايز اعملو تلاتة. يبقى هو اجاب لي خط اهو اوله اتنين واخره تلاتة. بقول لك تاني خط انت عايز تعملو ازاي? عايز تعملو كده على طول اهو. اقول له ماشي. وبعدين عايز تعمل طالت خط? اقول له لا استنى. انا عايز اهو السمك اهو. اقول له اهو. عايز تعملو كام? اقول له مسلا اه احنا كنا عاملين ده ده كام? اقول له مسلا تلاتة ماشي. التاني اقول له عايز اعملو اتنين اهو. بقى شكله عامل كده معي. تعاني عيدي الشكل اللي فوق تاني اقول له البولولاين. اهو عامل الخط اهو. خلي بالك هو بيحتفظ باخر سمك هو عامله. اقول له لأ انا عايز اغير السمك بتاعي اهو. يقول له اول واحد عايز تعملو كام اقول له ماشي اتنين. اه اتنين برضو اهو. واقول له بعد كده انا عايز اعمل السهم. اقول له اتش تاني اهو. اه اه اربعة سفر. اهو ما عاملش الحتة الاول انا دل عشان انا ما مددش الخط بس نعيدها تاني معلش انا ما مددش الخط. يقول لك اهو. اه اول اه اقول لي اعمل له اول سمك اتنين انتر تاني سمك اتنين انتر وبعدين مد الخط بقى عشان ما انا غلطت نفس الغلطة بتاع الدول اللي فات. اهو. اقول له اتش انتر. بس انا نعملها. عادي اتنين. وبعدين اتنين. اهو. وبعدين مدنا الخط. وقول له تاني خط بقى انا عايز اتش انتر. قل له اربعة وسفر. اهو. عملتها اهو. اعيدها مع نفسك هتلاقيها زريفة جدا. وفي الاخر لو جيت تعلم على اهو. يعلم لك على قوة كله خط واحد. بولي لاين. ودي فايدة البولي لاين اه معي. تمام? تعالوا برضو ناخد استخدام تاني للبولي لاين. ادي بي ال انتر. وندوس. اهو. اهو. هو جايب للخط زيرو طبعا. ليه باش مهندس هو جايب للخط زيرو. عشان اخر سمك احنا واخدينه زيرو. لو انت مسلا واخد البولي لاين كده. ودوس اهو. هتتفاجئ ان هو بيعملولك سمكة خي. يعني انا كنت بلعب يا عم انا مش عايز ان الكلام ده كله ده. طيب خلاص يا انت ما تزعلش نفسك ايضا البولي لاين. وتقول له انتر. وتقول له اهو. وتقول له اتش. او تعلمينة كده. وتقول له انا يا عم خلهم لصفار اهو. ما تزعلش يا باش مهندس. بس وبقى صفار عادي اهو. طيب رجحت انت زي الاول اهو. ما تخافش يعني الرسمة ما بزتش. اهو. عادي كده البولي لاين استخدمناه. نخش تاني استخدام له البولي لاين. نحدد اول نقطة. تاني نقطة هو بيقولك ايه. احنا خدنا الارك. وخدنا الهاف وايت. نقول له اللينس. زي وزي زي زي الخط العادي. انا اعمل 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 اللينس مسلا اربعين اهو. اهو. في اربعين. في اربعين. اعمل له بقى يا شايف انت واخد الامر. جاب لك ايه تحت? ارك ولا كلوز ولا هاف وايت ولا لينس. جاب لك خطة بقى كلوز يا ده ايه. يقولك انت ممكن تعمل كلوز يا باش مهندس حتى تعمل مربع. او تقول له سي. انت. انت فاهمني? انا عايزة اخلي عندك ثقافة ان انت تبص على الكماند براه اللي تحت. لحد ما تحفظ الامر فيه ايه وايه وايه. بعد كده مش هتحتاجه تاني. تمام? يبقى دي اه امر في امر البولولاين اللينس لو انت عايز تعمل لاين لاين او بولولاين بطول معينة. تمام? ناخد امر البولولاين تاني ونشوف ايه اللي فيه. اه دي الامر البولولاين. يقولك اللينس اندو. اهي. يقولك ممكن تتراجع عن اللي انت عامله. زي اندو اللي خدناها قبل كده اهو اهو. اهو اهو. اهو. ممكن وانت ماشي تقوله عمل لك اندو. يو انتر. عمل لك اندو. اهو. يو انتر. اهو. يو انتر. كده. بس ده اندو داخلي. تراجع داخلي داخل الامر. داخل الامر. زي ما شرحت قبل كده من كم محاضرة فات. تراجع داخلي داخل الامر. زي وزي امر لاين. تمام? اه الحاجة الاخيرة اللي اللي عايز اقولها لك. اه. الله المصلى عن النبي. اه الويتس الاخرانية دي. اه. دي. هي زيها 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 بالزبط. بقول لك اهو. تقول له اتنين. اهو. بس كده. هي زيها زيها زي الهفوة. بس ما ملاقش اي استخدام تاني. يبقى ده كان امر امر مهم جدا. اه عايزك تعيد المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت اه تاني مرة. وتسمحهم كويس. اه انا واصلك انك اه اه بالامر ده هتعرف تتعامل تتعامل مع شريط اه الكوماند بار اللي تحت في كل الاوامر اللي جايه. يعني اه الامر ده بص فيه كمية اه اه اختيارات فظيعة. عايز ارجع ده بقى زي ما كان. تقول له سفر سفر. بس رجع زي ما كان اهو بقى بقول له الله ينعاده اهو. اه عايزك ترجع الامر ده مرة واثنين وتلاتة. اه الاختيارات اللي تحت دي اما تدوس عليها كده. تدوس. تدوس لو انت مختار حاجة بالايد ده هاي بالبان ده هاي. او تختار اول حرف من الكلمة وتدوس انتر. امر داخل امر. امر داخل امر. وتختار اه وتختار بتاع الامر بتاعك. وتنفزه. عايزك تراجع على الامر ده كويس. اه تروح اه اه افتح الجهاز بتاعك. اه اه ارسم كزا رسمة بالبولولاين. اه هعمل لكم ان شاء الله تعملوها. اه تمشي ايدك بيها. اه احنا لحد الوقات بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاوتوكاد. لسه واحدة واحدة. اه حبيت اقوم بطئ شوية. بس ان شاء الله الحلقات الجاية هبدأ اصرح شوية. باعتبار ان انت خلاص فهمت. اه الكوماند بار. اه فهمت ازاي تتعامل معاه. اه فهمت ازاي تتعامل مع الشرات التحت نده بتاع القرص والبولر والكلام ده كله ده. اه ارجو ان احنا نراجع الكلام ده كويس. الحلقات اللي فاتت دي كلها ده يا جاحة كويس. اه تبدأ تشتغل بايديك معايا. هعمل لكم ان شاء الله. تبدأ تشتغل معايا. اه لو لو نفست اللي انا بقولك عليك كويس. هتلاقي نفسك بقت سريع جدا في الاوتوكاد. اه على مطار ان شاء الله القرص ما يخلص. هتبقى ان شاء الله مش نقصك اي حاجة في الاوتوكاد. اه ايا كان لو انت معماري مدني ميكانيكي مش هبقى نقصك اي حاجة هتبقى سريع جدا. اه ارجو ان انتم ما تهملوش ما تسمعوش الفيديوهات اه مجرد انك تسمحها كده وخلاص وتستفيد. يا ما ناس خدت كورسات ويا ما ناس سمعت فيديوهات وفي الاخر تيجي تنفز. بطيئة بطيئة جدا جدا. يجي مسلا واحد صاحبي يسألني يقول لنا دي كده ازاي اقول له اعمل مسلا امر بولولاين كده مسلا يقول له هو ده انا كنت عارفه. انت كنت عارفه بس ما نفزتوش. بس لما عرفت وسحتها. لما حد قال لك لما حد قال لك المعلومة دي او سمحتها في فيديو ولا حاجة ما نفزتهاش في وقته. ما عملتهاش على ما طبقتهاش في في نفس الوقت. عشان كده انت نسيتها. بقت معلومة عندك مطرقمة ما لهاش اي لازم. اه علم في دماغك لا ينفح. اه لا انا عايزك المعلومة اللي تاخدها تطبقها اه ترسم بها كزا حاجة. بعد كده هتلاقي نفسك بتستخدم الحاجات دي. والحاجات دي انا عايز اقول لك كل امر في الاوتوكاد كل امر في الاوتوكاد ليه فايت. انت ممكن واحد يكون بيرسم الرسمة بتاعته انت بترسم رسمة وغيرك بيرسم نفس الرسمة. بس غيرك بيستخدم خمس ستة اوامر. وانت بتستخدم امر رضاين بس. انت هترسمه وهو هترسم بس تعال اشوف في الاخر هو خلص في قد ايه وانت خلصت في قد ايه. هو ممكن يكون خلصها مسلا في خمس دقايق انت خلصتها في خمسين دقيقة. هو ممكن يكون طلع جودة الشغل والاخراج بتاع الشغل شكله جميل روعة. انت طلحت برضو جودة الشغل حاجة على قد كتب. لان انت اي امر في الاوتوكاد ليه استخدام. اه يساعدك معاك في عامل الوقت. يساعدك معاك في اه اه في عامل الزهري الجمالي بتاع اللوحة يبقى شكله يا جميل. اه ارجو ان انت ما تهملش الكلام ده. راجع الكلام ده قويس جدا 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 جدا. ان شاء الله هالحلقة الجاه نبدأ بحاجة جديدة. شكرا والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.